اشتركوا في القناة تبدأ من اليوم ثلاثين الشهر ثلاثين سبعة ولا غاية احنا منقول لا سبعة يعني منكتب على الكابشن على الصورة انه لا سبعة الشهر احنا طبعا هي بتكون اليوم السبت كمان يعني بنعطي دائما منمد عليها كمان يوم طبعا القمر رح يتواجد خلال الاسبوع هذا في تقريبا خمس ابراج اليوم الخميس ولظهر يوم الجمعة القمر رح يكون في القوس من ظهر يوم الجمعة ولغاية مساء يوم الاحد القمر رح يكون في الجدي من مساء يوم الاحد ولغاية صباح يوم الاربعاء القمر بصير بالدلو ومن صباح يوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بيكون في الحوت وبعدين من ظهر يوم الجمعة وما بعد يعني السبت بيكون في الحمل طبعا بالنسبة لخلو المسار اللي راح يصير بما انه هاي الانتقالات معناته عنا أربع خلوات مسار خلال هذا الأسبوع أول خلو المسار اللي هو في مرحلة انتقال القمر دائما احنا بنحكي خلو المسار هي فترة نحسة لا يصلح فيها البدء بأي عمل جديد أو توقيع عقد أو إعلان خطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بالفترة هاي إلا الشيء اللي بتكون عاقد النية عليه ما قبل خلو المسار أما بالنسبة لخلو المسار فعنا أول خلو مسار راح يكون له انتقال القمر من القوس للجدي راح يكون ليلة الخميس على الجمعة يوم ثلاثين سبعة يعني تماما هو راح يكون في تمام الساعة اثناش وسبعة دقائق من أول دقائق من يوم الجمعة وحتى الساعة 11.58 دقيقة من يوم واحد ثلاثين سبعة القمر بصير موجود بالجدي طبعا خلو المسار الثاني راح يكون من الجدي للدلو راح يكون يوم اثنين ثمانية راح يكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا وانبو العصرا لانه بتوقيت الاردن احنا منزيد عليه ثلاث ساعات في توقيت العراق الشرق الاوسط تقريبا معظم ثلاث ساعات بيزيدوا عن هذا التوقيت ورح يستمر من الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا حتى تمام الساعة ستة وعشر دقائق مساء لا يستقر في برج الدلو اما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون من مساء يوم الثلاثاء اه اربعة ثمانية راح يكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء وحتى اليوم التالي اللي هو يوم خمسة ثمانية صباحا الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة لا ينتقل بعديها لبرج الحوت اما خلو المسار الرابع هو من الحوت للحمل راح يكون في تمام الساعة اتناش وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا الى تمام الساعة اه موحدة واربع دقائق ظهرا لا ينتقل بعديها او يشكل اول زوايا اله او الزوايا المهمة بتكون في الحمل طيب بالنسبة للزوايا والانتقالات المهمة اللي راح تكون الاسبوع هاد لانه في عنا عدة زوايا ورح يكون في عدة انتقالات اه فلازم انه نذكرها اول زاوية هي راح تكون اه زاوية التقابل يوم واحد ثمانية راح تكون بين عطارد وبلوتو وهي زاوية سلبية راح تكون تقريبا ساعة عشرة واحد وخمسين دقيقة الزاوية الثانية راح تكون يوم اثنين ثمانية فلاحظوا انه كل يوم في زاوية اثنين ثمانية الزاوية راح تكون تربيع بين الشمس واورانوس وهي زاوية خطرة جدا لانها تربيع طبعا هاي الزاوية لها علاقة بما انه حكينا عنها في الايام الماضي الشمس لها علاقة بالقيادات والحكام والجيش والامور الناس اللي فوقها دولا ما في فوق غير رب العالمين طبعا زاوية التربيع هاي برضو مع اورانوس الثورات والانقلابات والاشياء المفاجئة فالله يستر من هاي الزاوية ما قبلها ووقت ذروتها وما بعدها اما بالنسبة للزاوية اللي راح تليها اللي هي يوم ثلاثة ثمانية هي زاوية بين عطارد تقابل مع زحل برضو هاي زاوية سلبية ما لكن مش بقوة زاوية التربيع اللي راح تكون بين الشمس والرنس اللي ذكرناها في زاوية برضو خطيرة راح تكون يوم اربع ثمانية بين المريخ والمشتري والمريخ حكينا ثورات ودل اي شيء له علاقة بالنار وتربيع مع المشتري اللي هو له علاقة بالمال والعلاقة بالامور هاي فتوقعوا شيء اقتصادي او احداث اقتصادية بالفترة هاي برضو راح تكون فيها نوع من انواع السلبية طبعا في التوقعات اليومية في يومها احنا راح نذكر الزاوية هاي ايش بتعمل وشو تأثيراتها ولا ايش بس احنا عشان ما نطولش التوقعات الاسبوعية ويجي حد يقول لك احنا شو دخلنا بالسياسة احنا بنا نسمع برجنا بس لازم اني اذكرها لانها هاي لها تأثيرات على الافراد برضو زوايا يوم خمسة ثمانية في زاوية راح تكون هي مش زاوية هي حدث راح يكون انتقال العطارد الى برج الاسد من السرطان للاسد راح يكون صباحا ويوم سبعة ثمانية انتقال الزهرة اللي راح تنتقل لبرج السرطان في ساعة المساء يعني زي تبادل ادوار العطارد على الاسد والزهرة من الجوزاء للسرطان خلينا نشوف تأثيرات البيوت ايش راح يكون بتواجد الكواكب طبعا احنا منذكر هاي عشان ما منحكي توقعات شهرية ولكن لو اخدت اللي انا بدي احكيه الان هو مخطط يعني توقعات شهر اساسا لانه خلال الشهر هاي التأثيرات راح تكون مستمرة الا اذا في حال انتقل الكوكب كل اسبوع احنا منذكر من عيدها ومنأكد عليها عشان تعرف ايش السلبيات وايش الايجابيات وانت مدعوم في ايش عشان تعرف شو يعني بيوت بتروح في صندوق الوصف رابط بدلك شو معنى البيوت هاي شو دلالاتها وين موجودة شو بتعني لك بالنسبة لائلك شو برجك يعني وشو بتعني لك لائلك بشكل مبسط ورح تفهمها بكل سهولة خلينا نبدأ مع برج الحوت طبعا اول شي بدنا نحكي عنه بدنا نحكي عن الشمس والشمس بما انها منتحسة فهاي بتجيب مشاكل على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فبدك تنتبه لعملك طريق التعاملك مع زملائك رؤسائك بالعمل حاول اذا بدك تقدم لعمل تكون مستعد وجاهز لمقابلة الفترة هاي صعبة على مستوى اي عمل جديد او على مستوى مكان العمل اللي انت بتشتغل فيه وبرضو بدك تنتبه لصحتك من التقلبات وبعض الاشياء اللي ممكن تكون مفاجئة على مستوى الصحة اما بالنسبة لزهرة اللي بتدعمك وخصوصا انه انتقالها رح يكون من البيت الرابع اللي كان يدعمك على مستوى بيت وعقار وعائلة ورح ينتقل للبيت الخامس فرح يعطيك حظوظ عالي جدا لدرجة انه كثير من موليد برج الحوت ممكن يخطبوا او يرتبطوا او يبلشوا يجهزوا لموضوع الوعلاقة بالزواج او الارتباط فرصة جيدة للحظ والدعم حضوظك عالية نسبة انجاز اشياء كثيرة بالفترة هاي بتكون سهلة والزهرة هي اللي بتسهلها او بتساعدك في انجاز كثير منها اما بالنسبة لعطارد اللي رح يتواجد هو في بيتك السادس من الخامس للسادس رح يفتح مجالات قوية جدا على مستوى العلاقات على مستوى العمل على مستوى تفكير بيجاد بعض الحلول على المستوى العمل يعني الشمس رح تخرب في مكان وعطارد رح يجد الحلول لهاي الاعطال فممكن تتجاوز كثير من المشاكل على مستوى العمل ويساعدك عطارد فيها وممكن يساعدك على تقديم طلبات او عمل جديد او مشاريع جديد بالفترة هاي ولكن برضو تواجدوا في هذا البيت بضغط شوي على مسائل الها علاقة بالصحة في بعض الاوقات وخصوصا الجهاز العصبي بدك تكون منتبه منه بشكل كبير اما بالنسبة للمريخ المريخ موجود في البيت الثاني وهو اللي بدفعك دائما للمجازفات والمغامرات وخصوصا بالفترة الماضية وهسا بدها تزيد بالزيادة مغامرات ومجازفات مالية فهي شوي بتخليك تندفع للمصاريف وصرف الفلوس وما بتفكر بعملية تحويش ما بتقدر تحوش اساسا او تدخر اموالك بالفترة هاي بالعكس اللي بيجي على طول الخط فيه الو مكان للتبذير او وين تروح الفلوس اذا ما بذرت بطلع لك اشي بيخليك تصرف الفلوس اما امور صحية استشفائية علاجية تجميلية كلها هاي الامور يا ما شاء الله اما بالنسبة للجدي الجدي اللي موجود في بيتك 11 وهذا بيت الاصدقاء وخصوصا اخر عشرية من موليد برج الحوت هم اللي بيعانوا باكثر اشي في هذه المسألة وهي خلافات ما بينك وبين اصدقائكم او علاقاتكم او مشاكل على مستوى موضوع الو علاقة بالدعوات او الاجتماعات او اللقاءات وممكن يسبب بعض الفتور او النفور من بعض المسائل وخصوصا اللي لها علاقة بعلاقاتكم الاجتماعية وعلاقاتكم مع الاصدقاء اما بالنسبة لابيتك الاول طبعا نبتن وهو كوكبك وبيتراجع عندك فهو اللي بيخلي حساسيتك عالية وبيخلي شفافيتك عالية بيخلي الاوهام عالية الوسواس عالية القلق عالية التشاؤمية عالية بيقلب مزاجك في لحظات بتصير بدك تبكي في لحظات بتتدمر في لحظات يعني كل المشاعر اللي فيها طاقة سلبية تجيك من تراجع نبتن عندك بدك تكون حذر من هاي النقاط حاول انك تطلع لتغيير الجو وتختلط بالمجتمع عشان انتي ما تخلي هاي الوساوس والافكار انها تسيطر عليك بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثالث طبعا البيت الثالث اورانوس وبما انه رح يعمل مع الشمس معناته بدك تكون حذر بالفترة القادمة ابتداء من اليوم بدك تحذر اثناء تنقلاتك اثناء دراستك اثناء امتحاناتك من تقلبات اللي ممكن تصير اثناء قيادتك للسيارة بدك تنتبه من الحوادث ممكن عطال بالسيارة تصير عندك ممكن عطال يصير بالهاتف وبرضو ممكن انه امتحانات تيجي صعبة او تتفاجأ بامتحان معين او نقاش معين تحتد وتعصب فيه او تصدر قرارات ممكن ما تكون لصالحك بالفترة هاي حاول انك تتروى وما تتسرع اما بالنسبة للقمر والتوقعات الاسبوعية رح يقسم الاسبوع مناصفة يعني نص رح يكون فيه سلبية ونص رح يكون فيه ايجابية عشان هيك بدك تركز تعرف الايام الايجابية والسلبية وتعرف تختار ايش بدك تعمل بالفترات هاي من اليوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر موجود بالقوس فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل او اللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه حافظ على انجازاتك القائمة هدي من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها اذا شعرت ببدايتها من ظهر يوم الجمعة القمر رح يكون بالجدي حتى مساء يوم الاحد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن شارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الاخرين وممكن تنجح في حش التأييد او دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر او تنظم لجمعية وبتهتم لشؤون اقارب الشريك من مساء يوم الاحد بكون القمر في الدلو حتى صباح يوم الاربعاء بنال التعب منكم حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل عاجل وانتبهوا اكثر لغذائكم وراحتكم كون اكثر واقعية لانك بتميل لتضخيم صعوباتك او تضخيم الاحداك اتجنب اتخاذ قرارات حاسمة مهمة لانها فترة فارغة وفاشلة حاذر من الافكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب امالك او تتأخر اعمالك من صباح يوم الاربعاء بكون القمر في الحوت حتى ظهر يوم الجمعة بتبدأوا اليوم فترة ايجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود موسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبي لا تضاهة لبدء مشروع او خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد او لحسم امر عالق يعني الفترة هاي بتحملك خبر صار من ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالحمل بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل اضافي ومنكم ممكن يسترد مال بعود له او يحصل على هدية ممكن تقدم على انجاز او تناقش صفقة او اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء